10 أشياء كنت تفعلها بطريقة خاطئة فتح حلقة المفاتيح ربما معظمنا تسبب بقرص أحد أصابعه وهو يحاول فتح حلقة المفاتيح لإضافة مفاتيح أخرى فإذا كنت لا تعرف هذه الطريقة فإن أداة إزالة الدبابيس يمكنها فتح حلقة المفاتيح بسهولة وبدون إصابة أصابعك تقشير البرتقالة سيقوم الكثير من الناس بأكل البرتقال بكثرة إذا كان سهل التقشير وهناك دائما ذلك الطفل الذي يجعل الفصل كله تفوح فيه رائحة البرتقال بينما يحاول تقشيرها بيده وفي معظم الأوقات ننتهي بتحطيم البرتقال بدلا من أكلها ولكن عن طريق قطع نهايات البرتقالة وقطعها إلى المنتصف ستجد أنها طريقة أسهل ونتائجها أفضل بينما أنه تم تجزئة فصوص البرتقال أثناء عملية التقشير وكل ما عليك فعله هو أكلها حفر بعض الثقوب في قاع وجوانب صندوق القمامة خاصتك قد لا يكون فكرة سيئة إذا كانت تخرج الكثير من أكياس القمامة التي تتكدس بالمنزل وتحتاج إلى شخص ليمسك لك الصندوق لإخراج الأكياس أو وضع قدمك عليه للمساعدة في انتزاع الأكياس منه فحفر الثقوب يساعد على منع التصاق الأكياس في الصندوق وصعوبة إخراجها منه تجريف الآيس كريم إذا كنت مع أصدقائك أو خرجت إلى حفلة وقررت أنك لا تريد أن تنتظر من أجل أن يذوب الآيس كريم قم بتقطيع العلبة وهي مجمدة فتقطيع الآيس كريم إلى أجزاء يجعله من السهل أن يذوب وهذه الطريقة مفيدة فقط إذا كان هناك حفن من الأشخاص يريدون أن يأكل الآيس كريم بسرعة ولا يريدون الانتظار من أجل أن يذوب الآيس كريم المجمد بالطبع يجب عليك أن تقوم بتجميد الآيس كريم إلا إذا كنت تريد أن تشربه بدلا من ذلك وهناك طريقة أسهل من وضع العلبة مباشرة في المجمد وهي وضعها في حقيبة للساندويشات ثم وضعها في المجمد والحقيبة تساعد على الحد من تجمد الآيس كريم بشدة لسهولة تناوله عند الحاجة أكل الكوبكيكس هذه الطريقة بالتأكيد لا يقوم بعملها أي أحد فالطريقة الصحيحة لأكل الكوبكيكس هي أن تقوم بقطعها إلى شطرين وتقوم بوضع الجزء السفلي على القمة مما يجعلها كساندويش لتتمتع بالمضاق المتجانس في كل قطمة فتحة الإناء هل تعرف أن الفتحة الموجودة في يد الآنية يمكن استخدامها لتثبيت المعلقة؟ فليس كل منا لديه مطابق مجهزة على أعلى مستوى فمعظم أدوات المطبخ تنتهي بوضعها في الدوليب ويقوم الناس باستخدام فتحة الإناء كمكان لوضع المعلقة فبفعل هذا يمنعك من وضعها على المنطضة المتسخة أو سقوطها من على الموقد ملء الماء بدلا من استخدام إناء كبير لملء الماء وبعدها ستجده ثقيلا جدا عندما تحمله فقط قم باستخدام مجرود أو زجاجة ماء مقطوعة القاعدة لتمرير الماء من الصنبور إلى الإناء بعيدا عنه وبطريقة سهلة ورق الألمنيوم لست وحيدا إذا حاولت إحدى المرات إخراج قطعة من ورق الألمنيوم وانتهيت بإخراج اللفافة كلها من العلبة عن طريق الخطأ ولكن هناك فكرة لتجنب هذا وهي أمامك منذ البداية إنه ذلك التبويب الصغير والذي لا ينتبه له أحد فبضغطة تقوم بمنع اللفافة من الخروج من العلبة فتخرج ما تحتاجه بدون إخراجه كله أكل تشيتوس ربما رأيت الكثير من الناس يأكلون تشيتوس والوجبات الخفيفة بواسطة العيدان فهي تساعد على إبقاء أصابعك نظيفة لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة والمشاركة في تعليقاتك شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء